في فقرة الجمال اليوم رح نتكلم عن كيفية الاهتمام ببشرة الإيد وبالتحديد كيفية توحيد لونها ونفس الوقت نشد بشرة الإيد دائماً إحنا البنات نهتم ببشرة وجهنا ورقبتنا وننسى إيدنا والإيد هي تعتبر من أساسيات جمال المرأة ولهذا لازم دائماً نحافظ عليها وما ننساها ولهذا أنا البنات اليوم محضرين وسطات طبيعية موادها كلها في متناول الأيدي ممكن نستفاد منها ونفس الوقت نحصل على إيد لونها موحد بيضة أكثر وبنفس الوقت مجدودة ونظرة وصفاتنا اليوم كلها مكونها الرئيسي النشة أول وصفة لليوم مكوناتها كل آتي نجيب نصف ملعقة صغيرة من النشة مع نصف ملعقة صغيرة أيضاً من دقيق الشوفان وأيضاً نصف ملعقة صغيرة من الخميرة ونضيف لها نصف كوب من الحليب وبضع قطرات من الليمون نخلط كل المكونات مع بعض ونطبقها أكيد على إيدنا تكون الإيد نظيفة ومخسولة وناشرة بنفس الوقت ونقوف الماسك تقريباً نصف ساعة لما ننشف أكيد نغسلها بالماء الفاتر وما ننسى الرقب إيدنا أكيد مع الاستخدام المتكرر لهذا الماسك رح نحصل على بشرة إيد نظرة لونها متواحد ومجدودة بنفس الوقت رحيح بان مثل ما ذكرتي إحنا هواية مرات نهمل جمال إيدنا واعتناءنا بيها مع أنه هي معروفة الإيد من أكثر المناطق اللي يبين بيها عمر الإنسان وخصوصاً المرأة لذلك من المهم جداً أن احنا نعتني بيها مثل ما نعتني ببشرة وجهنا لحمايتها من الشيخوخة ومن عوامل الجو والكثير من العوامل الأخرى لذلك اليوم مثل ما قالت بان عدنا خلطات مختلفة ساعتكم بالعناية ببشرة إيدكم ومثل ما قلنا مكوينها الأساسي النشا رح أحكي اليوم عن خلطة النشا والفازالين كل اللي نحتاجه هو ملعقة كبيرة واحدة من كل من النشا زيت الزيتون، ماء الورد والفازالين نخلطهم مع ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون نخلط كل مكونات سوية إلى أن يصير عندنا خليط كريمي متجانس ومن ثم نطبقها على بشرة اليد وأنعوفها لمدة عشر دقائق من بعدها نخسر إيدنا بالماء البارد وأكيد ما ننسى أن نرطب إيدنا للحصول على أفضل النتائج حلو الوصفات اللي دائما نقدمها لكهراماناتنا ودائما نقدم لكم ثلاث وصفات مختلفة حتى تشوفون المواد المتوفرة أتكم أما الوصفة اللي رح أمطيكم إياها كلش سهلة كل اللي نحتاجه فقط ملعقة كبيرة من النشا مع بضع قطرات من عصير الليمون نخلطهم سوية ونجيب فوطة قطنية تكون نعمة نخلي عليها الخريط اللي سوينا ونخليه على الإيد بطريقة دائريا سوي مثل سكراب للإيد لمدة خمس دقائق بعدين نخسر إيدنا بالماء الفاتر وبالاستمرارية أكيد رح نحصل على النتيجة اللي نريدها